بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيام الروح أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وهذه الحلقة مخصصة لمجموعة من المسائل نبدأها بالمسألة الأولى وهي توجيه تحية اعتزاز وتقدير لأهلنا المرابطين في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس رأينا احتشادهم ورباطهم في الصلاة في الأيام الماضية أكثر من ربع مليون مصلي كان في الحرم المسجد الأقصى وهذه الأعداد هي التي تبين لنا ذلك المعنى معنى الفوز والرباط والظفر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة لأن قضية مسجدية المسجد الأقصى قضية مهمة وعقديا وأولوية اليوم وهي واجب كل من يتكلم في منبر علمي أو دعوي أن تكون حاضر عنده مسجدية المسجد وهذه القضية منصوص عليها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مسجدية المسجد لا يريدها أعداؤنا اليوم مسجدية المسجد وأنه قضية عقضية وقضية دين وإيمان لا يريدها أعداؤنا اليوم يريدون المسجد الأقصى قضية منطقة تقسم زمانا ومكانا حسب إرادة المحتل وهذا يصادم صريح القرآن القرآن الكريم يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يقل من مكة المكرمة إلى القدس الشريف لا قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى يعلم كل مؤمن وكل تال للقرآن أن المسجد الأقصى مسجد لا ولاية فيه إلا لأهل لا إله إلا الله وقد شرفنا الله بهذا الأمر في بلادنا المباركة في أردننا الحبيب لذلك نقول دائما قضية مسجدية الأقصى قضية شرعية دينية عقدية وطنية خلقية نعم أعداؤنا يقولون نريد أن نقسم المسجد أن نحوله لمتحف أن نحوله لمناطق مقطعة نريد أن نبني كنيس للصهاينة داخله من يلهثون وراء فتاة أعدائنا يحاولون التقرب منهم تكرار كلامهم ينتحلون أحيانا شخصية مثقف وأحيانا شخصية عالم وأحيانا شخصية نريد للخير منهم جهلة ومنهم أصحاب نفوس خبيثة ينبغي أن تكون هذه القضايا واضحة كل من يشكك في مسجدية المسجد الأقصى وأن هذا المسجد حق خالص للمسلمين وأن فلسطين هذه البلاد المباركة أن فلسطين هذه القضية العربية الإسلامية حاضرة في قلب كل مسلم كل من كان مشككا في هذه المسألة كل من كان محاولا للتلاعب فيها أو اجتزاء نصوص أو البحث عن عبارات هزيلة ومعلومات خفيفة ضعيفة في كتاب هنا وفي مقال هناك فبوصلته ووجهته لصالح أعداء الأمة درى أم لم يدري هذه القضية لا تعنينا هو عارف ولا مش عارف المسألة هاي لا تهمنا ولا تعنينا بيعرف ولا بيعرفش اللي بهمنا أنه إحنا نعرف إحنا لما نشوف أن عدونا يحاول التضييق على أهل فلسطين عند ذهابهم إلى الصلاة إلى المسجد الأقصى ليش يحاول التضييق لماذا يدعم أقلام ويدعم ظهورا إعلاميا لمن يحاول التخفيف من شأن ومن حجم ومن ثقل قضية الأقصى في قلب المسلمين لأن هذا يخدم مصالح عدونا هو لا يريد لمئات الألوف من المسلمين أن يجتمعوا في المسجد الأقصى في رمضان وفي الجمع وفي الجماعات لأن هذا يعزز تلك القيمة أنها قضية عقدية قضية عقدية وقضية إيمان وهذا ما نقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى إذن من يضايقه الكلام عن المسجد الأقصى من يرهبه الكلام عن المسجد الأقصى من يتضعضع داخليا لما يسمع كلام ممكن ينحسب عليه عن المسجد الأقصى عليه أن يراجع حساباته وينظر إلى أولوياته مرة أخرى ويقيم نفسه عندما سيقف بين يدي الله بعيدا عن الكذب وبعيدا عن التحايل وبعيدا عن التذاكي وبعيدا عن تجميل القبيح وعن تزين الوقاحة وقلة الأدب عليه أن يعيد قراءة نفسه اليوم إحنا عندنا في الأردن موقف واضح نتبناه وندافع عنه عندنا ملك البلاد يقول المسجد الأقصى خط أحمر وهذه قضية كلنا ندافع عنها من الذي لا يريد لهذه القضية أن تكون حاضرة وأن تكون قضية عقدية وأن يكون موقفنا قويا عزيزا موقفا واحدا هذه إرادة عدونا لن يأتي عليك عدوك لن يأتي عليك المحتل الغاصب ويجي يعطيك برنامج ديني ويقول لك أنا بصفة محتل المسجد الأقصى بدي أجي أقول لك أنه أنت فهمك لحدود المسجد الأقصى خطأ ولا رح يجع عليك عدوك يتكلم بلسانه يقول لك هناك حلول مقبولة شرعا لتقسيم المسجد الأقصى لا سيجعل من يتكلم في هذا الموضوع من أبناء جلدتك حتى يوهمك أو حتى يشغل ذهنك أو حتى يلهيك بملايين الرسائل التافهة السفيهة التي يغرق فيها الإعلام لتنشغل عن قضاياك الكبرى وكل ما كانت الأمم مجتمعة حول قضاياها الكبرى كانت أمم محصنة وقوية ومنيعة وعدوها بعيد عنها والعكس صحيح وهذا الذي نتكلم عنه اليوم هؤلاء الأبطال المرابطون المحافظون على حرومات المسجد الأقصى صلاة ودفاع ومرابطة هؤلاء يدافعون عن كل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن الأمة إذا تخلت عن ثوابتها وتخلت عن مقدساتها وتخلت عن مسائلها الكبرى هانت وسهل أمر السيطرة عليها والعكس صحيح فهؤلاء بياض الوجوه حماة المقدسات لهم منا كل الاحترام والحب والتقدير هؤلاء هم الذين فهموا معاني القرآن الكريم وفهموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلنا الله في هذا الركاب الطاهر وفي هذا الميدان المبارك ومن علينا في هذا البلد أن نكون جميعا من الممدينة بمدد الله نصرة للأقصى ونصرة لقضايان الكبرى إحنا لما نيجي نتكلم عن المسجد الأقصى وعن دور الأردن ونتكلم بفضل الله تعالى أنه في المسجد الأقصى في حرم المسجد الأقصى داخل أسوار المسجد الأقصى في أكثر من ألف موظف يتبعون للمملكة الأردنية الهاشمية وهذا شيء هذا شيء إن شاء الله نصلي به محررا مطهرا بعز عزيز أو بذل ذليل ومن أراد أن يحارب دين الله أنفه بالتراب من أراد أن يحارب كلمة الله لا قيمة له ولا وزن له ولا احترام له ولا مجاملة له من أراد أن يحارب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحارب مسر النبي صلى الله عليه وسلم هو توأم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحارب مسر النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث عرج إلى السماء فهذا مهزوم مكسور هذا لا اعتبار ولا قيمة ولا احترام لرأيه وفكره عندما يريد أن يذلس ويغش ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لما أحرق المحتل منبر صلاح الدين وأعيد بنائه في هذا البلد المبارك وركز في قبلة المسجد أعيد بنائه على نفس الطرز ونفس الشكل وسمي بنفس الاسم بمنبر صلاح الدين هذه لها رسالة عندنا نريد أن نوجهها أن هذا المنبر وهذا الطريق وهذه الراية نحن نسير إثرها وعلى طريقها لنا آباء ولنا سلف ولنا راية ولنا منهج ولنا طريق نسير عليه حتى ولا نصل بإذن الله تعالى ولا يضرنا كيد الكائدين ولا تفه التافهين ولا حسد الحاسدين ولا يؤثر علينا ولا على عقيدتنا ولا على فكرنا ولا على هويتنا في هذا البلد المبارك وكأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تؤثر تلك السهام المسمومة قرآننا ينطق ويبين إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أهلا ومرحبا بكم من جديد ونجدد تحيتنا وتقديرنا واعتزازنا بالمرابطين الظاهرين المنتصرين المؤيدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي فلسطين الحبيبة وفي فلسطين الحبيبة كلها كنا نتكلم عن مسألة خطيرة وهي مسألة أن يكون الإنسان بوق لأعدائه وهو لا يعلم أو وهو يعلم لكن نحن نتكلم عن الذي يظن نفسه على خير لأن الإنسان يحاول أن يؤول لنفسه أحيانا في مقياس تقيس نفسك عليه أمتك لها قضايا أعداء أمتك لهم مصالح أعداء أمتك لهم رسائل أنت مع من أنت تكرر كلام من أنت همتك قلبك تعاطفك مع من وخلينا ناخد مثال تاريخي إحنا مش أول مرة بيكون في عندنا احتلال في تاريخ أمتنا لا واجهنا حملات فرنجية سمت نفسها حملات صليبية ومغول وتتر واستعمار وغير ذلك كان فيه أشخاص مع أنهم في ظاهر الأمر في ظاهر الحال عندما تراهم تراهم من أهل الدين لكن مباشرة راحوا مالوا إلى محتلهم مباشرة وقفوا مع الغاصب مباشرة ما استحوا أن يكونوا مع من يقتلوا إخوانهم وأهلهم موجود وفيه من كانوا مع دينهم وقضاياهم ومقدساتهم وهذا في التاريخ الإسلامي موجود يعني لما أقرأ مراسلات المغول التي كانوا يكتبونها لقطز في مصر الحبيبة وكان بعد ذلك معركة عين جالوت التي انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة قطز والظاهر بيبرز على المغول وكان التحرير كنت لما أقرأ الرسائل المكتوبة من المغول للسلطان قطز مسجوعة باللغة العربية الفصحة ونحن غضبوا الله على خلقه ومن لم يأتمر بأمرنا ويلتزم نهينا جاءه الغضب وحل به كذا أقول هذولا مين اللي كاتب لهم إياه هذا الكلام يعني مين هالأديب كيف لحقوا يلاقوا أدباء يكتبوا لهم بعدين بدأنا نقرأ أكثر شوي بالتفاصيل فلما تقرأ ارجعوا على المصادر التاريخية والمراجع ارجعوا اقرأوا بيقول لك كان في مع التتار والمغول وهم بحاربوا المسلمين كان في ناس محسوبين على الدين نسأل الله العفو والعافي مع المغول والتتار شيخ الفلاني والشيخ العلاني قاعدين مع المغول والتتار والمغول والتتار جايين يحاربوا المسلمين في عين جالوتا وراحين قاعدين معهم في المعركة قاعدين معهم كانوا بجيشهم جايين يحاربوا المسلمين وأنا أروح أنا أروح مع جيش المغول وجيش التتار وأقعد مع جيش المغول والتتار وأكتب كتب لجيش المغول وجيش التتار وأدلهم على المسلمين ما الذي أريده ما الذي أنتظره نسأل الله العفة والعافية هذا التلبيس اللي بنتكلم عنه وهذا ما نقرأه في قول الحق سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ثم تكمل الآية واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين هذا المعنى الذي تبينه لنا الآية الكريمة واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين هذا المعنى وهذا الوصف هو الذي يحلل لنا ويبين لنا سبب موالاة بعض أبناء هذه الأمة لأعداء الأمة ركن إلى هؤلاء ومال إليهم وأصبح منهم وأصبح معينا لهم على حساب دينه وأمته وأبناء جلدته وهويته لأنه رضي بلعاعة من الدنيا فبدأ يؤول لنفسه ويفتي لنفسه ويبحث عن تخريجات ويبحث عن تأويلات ولكن هذا كله مفضوح أمام طفل صغير لو نظر إليك يقول لك ليش يكسوى بحاله نسأل الله العفو والعافية اللهم عافنا واعفو عنا وعافنا مما ابتليت به هؤلاء واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين طبعا هذا الأمر ما كان يخفى على العلماء فنجد العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه كان يغجه أمثال هؤلاء لما يصيروا يتأولوا ويقولوا هم هذولا كيف بدنا نوقف وجههم وشو الحكمة وشو المشحكمة وتزيين المصطلحات ويعني من باب الفهم ومن باب الدقة ومن باب المصلحة خلينا نتخلى عن مقدساتنا ونتخلى عن أقصانا ونتخلى عن قرآننا وعن سنة نبينا فكان الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه سلطان العلماء أقولهم يا علماء الدين يا ملح البلد كيف يكون الحال إذا الملح فسد إذا أنت فسدت وصرت تلهف وراء قضاياك ومصالحك ورصيدك وبسطك وكيفك على حساب دين الله يا علماء الدين يا ملح البلد كيف يكون الحال إذا الملح فسد فالعز بن عبد السلام رضي الله عنه بيّن وضبّح لهؤلاء أنه لا يجوز أبدا أن يقيم الموازنة بين مصالحه الخاصة وأمر دينه وأمر مقدساته الحمد لله أمتنا دائما على خير لذلك هؤلاء الذين نتكلم عنهم أصحاب هذه الأقلام المأجورة والآراء المسمومة غثاء والله غثاء كغثاء السيد قد ما يدفعوا قد ما ينفقوا أنت لما تطلع الآن وتسأل تجد هذه القضية بفضل الله تعالى في أردننا الحبيب قيادة وشعبا وفي كل بيت وفي كل مسجد وفي كل جامعة تجد هذه القضية الحاضرة في مساجدنا في خطبنا في إعلامنا في فتاوانا عند أئمتنا تجدها القضية الكبرى الحاضرة دليل على إيه؟ دليل أن محاولات أعدائنا إلى زوال وأنها غثاء وهباء ولا وزن لها لكن لابد من التحذير حتى نقوم بدورنا لأن التاريخ يسجل يعني أضرب لكم مثال مما يسجله التاريخ نحن نتكلم دائما عن الغزوات وعن عفوان الاحتلال وعن الاستعمار وعن ما عاشته هذه الأمة فمن الاحتلال الذي تعارضت له هذه الأمة الاحتلال من الحملات الفرنجية التي سمت نفسها حملات صليبية بالأربعمية والخمسمية هجري فالتاريخ يسجل لنا التاريخ شكلين مختلفين لحال العلماء بعضهم اشتغلوا بعض وإنت كذا وإنت كذا وأنا لا أستبعد أبدا أنه كثير من هؤلاء من حيث يدري ولا يدري كان تابع للصليبيين فكرا ومادة علم أم لم يعلم هذا موجود وحال آخر مثل الإمام الجويني والإمام الغزالي والإمام الجنيد والإمام الجيلاني والإمام ابن الجوزي والإمام الكاساني والإمام ابن العربي هؤلاء الأئمة كانوا قادة فكر لنصر الأمة قادة فكر لنصر الأمة لنهضة الأمة لقوة الأمة يعني التاريخ يسجل صفحتين لذلك يجب أن يكون الإنسان حريصا أن يكون حاضرا في صفحة عز ونصر وقوة ومدد حتى نصلي في مقدساتنا محررة مطهرة بإذن الله تعالى وأن لا نتنكب الطريق طريق الصالحين طريق أهل الله لا نتنكبه أبدا وأن نسير سيرهم أن نكون دائما نرى المسألة بوضوح قضايا مقدساتنا وأقصانا وفلسطين الحبيبة هذه قضية عقدية نقرأها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهذه قضية وطنية هذه قضية ملك البلاد يقول المسجد الأقصى خط أحمر غير قابل للتقسيم قضية وطنية وقضية خلقية وعز الله هذا البلد المبارك بها ونسأل الله أن يعزنا بها وأن يمدنا وأن يقوينا وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه نوالي من والى ونعادي من عادى وهذه قضية لا مجاملة فيها ما فيش والله الحق يمكن أن يكون مع أحد الطرفين لا هذه القضايا من القطعيات ثبوتا ودلالة قضية المقدسات ومسجدية المسجد الأقصى ولا ولاية ولا وصاية فيه وعنده وعليه إلا لأهل لا إله إلا الله وشرفنا الله بهذا البلد بهذا الأمر وقضية تحريره والصلاة به محررا مطهرا هذه قضية كبرى نسأل الله أن يعزنا ويكرمنا بها في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا ولكل من له يد مباركة في هذا العمل ولكل الدعاة إلى الله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة